البداية تحية لكل أهلوية حلقة جديدة سالسة تحياتنا لكم في بداية الحلقة ومبروك يعني مفيش جديد كالعادة الأهلي جامد بزيادة سلسية حمراء الحقيقة في شباك الزمالك فرحت الحقيقة كل الأهلوية ونبارك بداية لأصحاب الفرح جماهير النادي الأهلي العريضة جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي دايما حضره ورا فريقه في الأستاذ والملايين اللي بيتابعوه وبيشجعوا النادي الأهلي حتى من وراء الشاشات أو حتى على الصفحات صفحات السوشال ميديا مساء الخير وأهلا وسهلا بكم حقيقة يمبرح كان عرض أكتر من رائع عرض في توقيت مهم جدا والمكاسب تتخطى بكتير فكرة أنك تاخد ثلاثة بنت في سباق الدوري أو أنك أنت تكسب الغريم التقليدي نادي الزمالك وتبعده وتصدر له مجموعة من الأزمات والمشاكل اللي أعتقد أنها هتكون صعبة أو أنها تتخطاها الأهم هو التوقيت في توقيت مهم جدا وتوقيت حساس جدا قبل ما تروح كاس العالم بعتقد وبعتبر أنه مطش مبارح هو الاختبار الأصعب لمارسيل كولر خد بالك إحنا لعبنا مطش مبارح في ظل غياب فريق كان أساسي كامل ليه بقول كان أساسي؟ لأنك لما تبص الأسماء اللي غابت عن مباراة مبارح هتلاقي هي الأسماء الأساسية اللي اعتمد عليها مرسيل كولر في بداية الموسر في خط تدفاعك مثلا غاب عنك أكرم توفيق غاب عنك متولي غاب عنك عبد المنعم غاب عنك ياسر إبراهيم عندك عمر السلية عندك كريم فؤاد عندك برونوسافيو عندك فرسي تاو واعتبر كمان طاهر لأنه حتى دقيقة البسيطة اللي لعبها طاهر كانت تقريبا مباراة شبه انتهت فوشادي حسين طبعا واحد من اللعيبة الأساسية اللي كان بيعتمد عليها مرسيل كولر فإحنا لما قلنا في أول الموسم إن الأهلي عنده فرقتين ما كناش بنبالغ عشان فيه أوقات كثير بالذات أوقات المطبات الصعبة رغم إن إحنا الغاية النهاردة يعني أنا بشوف إنه موسم الأهلي ما عداش عليه مطبات صعبة أخسرنا مجموعة نقاط كده وقال أداء ما كانش في أفضل أحوال مطشين تلاتة أربعة لكن في النهاية أنت بتتكلم على إنه من بداية الموسم أو من بداية تولي مستر كولر المسؤولية الغاتب النهاردة أنت بتتكلم على سلسلة لها زيمة طويلة جدا فاتقدرش تقول إن الفرقة مرت بمطبات صعبة أهني وبارك للعابتنا اللي كانوا نجوم فوق العادة ومحدث فيهم أثر رغم إنه التحدي والظرف كان صعب جدا وخصوصا على اللعيبة اللي كانت قد التحدي وفي مقدمتهم الحقيقة لازم أقول خلد عبد الفتاح ورامي ربيع المتقلق دوما ودائما وأبدا واحد من رجالت الأهلي صنع في مصنع النادي الأهلي صنع في مصنع الرجال رامي ربيع الحقيقة واحد من اللعيبة اللي بتراهن عليهم في أي وقت وفي أي وقت تحتاجه بتلاقيه خلد عبد الفتاح قدم مباراة ولا أرواع ولا أجمل في ظهور أول لي في مباراة في منتهى الصعوبة على أي لعب جديد داخل القلعة الحمراء بتلعب مباراة ديربي مباراة ليها وزنها إما تاخدك وتطلع بيك لفوق أو إما تنزل بيك لسبع أرض وخلد الحقيقة قدم مباراة كبيرة جدا جدا إمبارح هاني الحقيقة أنا مش عارف أقول في إيه لأنه هاني أعاد اكتشاف نفسه هاني الحقيقة مش فماتش إمبارح بس هاني في كل المطشاط قول خمس ست مطشاط فاتوا أعتقد يعني أعتقد استعاد ثقة جماهير النادي الأهلي والجماهير ترعن عليه والمنافسة في الحتة دي هتبقى صعبة جدا ما بين خالد وهاني وأكرم توفيق إن شاء الله أول ما رجع لنا بالسلام ديانج علامي بس مش أقوله لكده أليو ديانج علامي أليو ديانج في حتة تاني من وجهة نظري طبعا يستهيلها أنا مش بقول فكرة رجل المباراة أو جهزة رجل المباراة يستهيلها ديانج طبعا يستهيلها لكن أنا من وجهة نظري الشخصية والمتقضع إنه حمدي فتحي هو رجل مباراة مبارح بلا منازع حمدي فتحي الحقيقة واحد من اللاعبين يعني بيتطور مستواهم بشكل غير طبيعي راجل جدا في الملعب مجهود ما بيخلص تحركات مسندة تحركات بدون كورة قول زي ما أنت عايز تقول وهقف لكم النهاردة من حمدي فتحي عشان أقول لكم ليه حمدي فتحي من وجهة نظري رجل المباراة مش عايزة أنسى حد معلول كهربا شريف وشريف واحد من أهم مكاسب مباراة مبارح حسين الشحات وغيرهم وغيرهم بس قبل ما ندخل في مكاسب حلقة مطش مبارح ونبدأ تفاصيل حلقتنا خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم قبل ما أبدأ حلقة النهاردة اسمحولي أبدأ الحقيقة بتقديم واجب العزاء للكابتن خالد العوضي مدير نشاط الرياضي في نادي الأهلي في وفاة والده حقيقة كمان مجلس إدارة نادي الأهلي طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب يعني يمكن زي ما حضراتكم شايفين تقدموا بواجب العزاء لكابتن خالد العوضي سائلين للمولة عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان بقاء لله كابتن خالد طيب عايز بس قبل ما أدخل معاكم في تفاصيل الحلقة أتكلم على مستر مارسال كولر شوية في اليوم اللي جالي فيه الخبر أنه الأهلي خلاص بيحط رتوش الأخيرة كلام ده 48 ساعة يمكن أو 72 ساعة قبل ما يتم الإعلام بشكل رسمي يعني أنه خلاص الأهلي بيخلص مع مدير فني اسمه مارسال كولر مبتدت أنا أخش على يعني الإنترنت وأبتدي أجوجل الراجل كده وأشوف مين هو مارسال كولر ده كان بالنسبة لي اسمه بصراحة يعني ما كنتش عارفه في التوقيت ده وبتدت أشوف السيفي بتاعه وأشوف الأراءة أو التحليات الخاصة بفكرة مين هو مارسال كولر كانت واحدة من أكتر الحاجات اللي لفتت نظري في البروز أو في الحاجات اللي هي مع بتصوب في مصلحة مارسال كولر هي قدرته على تطوير الأداء الفردي يعني أي مدير فني أكيد طبعا بيشتغل جماعي وتكتك وخطة ودراسة منافس كل ده مفهوش لكن واحدة من أكتر المميزات اللي كانت بتمائز مارسال كولر والبتاقية أنا شخصيا أحس إنها ليها مرضوط كبير جد هي تطوير الفردي أو تطوير مستوى الفردي لللعابين وده ظهر الحقيقة من بداية الموسم في نجوم طبعا متقلقين والراحة السلبية اللي خدها الفريق ساعدتهم بشكل كبير جد أنهم يستعيدوا مستوىتهم مرة تانية أكلمكم عن النجوم زي سلية معلول حمدي فتحي ديانج وغيرهم من الأسماء يعني بدي على سبيل المثال لكن لما تيجي تشوف إيه اللي حصل مثلا مع لعيبة زي كريم فؤاد لغاية قبل ما يتصاب محمد هني النهاردة عامل إزاي في الملعب محمد شريف وأنا لقف مع محمد شريف في الجولين اللي جابهم تحديدا مبارح منهم جول هو الأفضل في المباراة يعني ككورة أنا بشوف واحد من من أحلى الإجوان اللي دخلها لأهلي الموسم ده جنة تالت تحديدا تيجي تشوف حسين الشحات لما تيجي تشوف كهربا رغم أنه راجع بعد غياب طويل جدا لكن تحس أنه كأنه ما سابش الملعب يعني لا في مطش سموحة ولا في مطش الزمال لكن بريح تحس أنه كهربا بعيد بقاله ستة شهور فبالتالي ابتدى يتضح بشكل كبير جدا قدرة قدرة مارسل كولر على أنه يطور المستوى الفردي للعيبة وده حصل في وقت قليل جدا يعني أنتظر طبعا قادم يبقى أفضل يعني يخدوا بالك تتكلموا على الرجل ما بقالوش شهرين ثلاثة فان شاء الله بإذن الله لما التجربة تاخد فرصتها والدنيا وتستوي كده زي ما بنقول باللغة درجع يعني أعتقد الرجل ده ممكن ينقل الأهلي في حتة تانية خالص ده نمرة واحد نمرة اتنين شكرا للعيبة لعيبة النادي الأهلي ده طبعا الهدف الأول بتاع ده الهدف التاني ده الهدف التاني بتاع شريف طبعا كرة محطوطة حلوة قوي وقفته استقباله قراره تنفيذه الأربعة حزبه لشريف هدف كبير لما تشوف الكرة دي من الكاميرا اللي في نص الملعب وتشوف إزاي استلم الكرة يعني استقبل الكرة الكرة هنا طبعا هعيد التلات تجوان عشان دور حمدي فاتحي لازم لكن بصوا على الجون ده الجون ده صعب جدا يا جماعة الجون ده صعب جدا على أي مهاجم أولا الكرة جاية على شماله وشمال شريف آه حلوة وآه مظبوطة على الجون لكن الكرة دي صعبة لأنها جاية لورا هو تحرك خط خطوتين في الأول خطوتين دول هما الجون الخطوتين اللي رجع فيهم شريف وساب البكات واسعة لنفسه وبقى بيستنم الكرة وهو مش مضبوطة عليه وقرار أنه هو يشطها فيرس تايم يعني ممكن حد تاني جدا يقولك إيه أنا هستقبل بالشمال وسدد باليمين فالكرة سرعتها اللي جاية له من معلول تمركوزه جوه منطقة الجزاء قراره بأنه يسدد فيرس تايم يعني لمسة واحدة وأنه يحطها بالشكل ده وبالقوة دي لا انت بتتكلم على مهاجم تقيل جدا أنا شريف واحد من الناس اللي بشكرها زيادة عن باقية نجوم الفريق لأنه شريف تحديدا تعرض لضغط نفسي وعصبي عنيف تعرض لضغط نفسي وعصبي عنيف وكل العادة الأهلي في مباشرات تانية قبل كده وجهت من بعض الجماهير من بعض الجماهير هجوم يعني ما كانش يصحة في التوقيت ده أنا مش عايز حد من جمهور يزعل مني أنا في النهاية وانتوا معايا احنا كلنا نتكلم في صالح النادي الأهلي كلنا يهمنا مصلحة النادي الأهلي فاللعيبة دي أثبتت بما لا يدع مجل الشك أنه كلها نجوم ومهما كانت الغيابات أنا كلمت لكم وعدت لكم بالأسماء حجم غيابات النادي الأهلي في تسعة لعيبة بدأت الموسم أساسي برونو سافيو السلية متولي منعم ياسر أكرم كريم فؤاد بيرسي تاو طهر محمد طهر كل دول ما كانوش بدين المباراة بارح شدي حسين كل دول ما بدقوش المباراة بارح وبالتالي انت بتلعب تقريبا ناقص فرقة كاملة انت بتديد بيها الموسم كان هم تقريبا داجلهم موجودة في الملعب بشكل أساسي وتلعب في توقيت صعب جدا قبل ما تروح كسل العالم بتلعب في توقيت مهم جدا انك انت توسع الفرق مع الزمالك لا التعادل ولا الخسارة كنت هترد جمالين نادي الأهلي مبارح يعني ماتش دا لو تلعب درون بارح او اللي قدر الله الزمالك كان كسب كانت الناس بردف عليها هيكون مغير تماما صح ولا غلط انا بتكلم بمنتغ الصراحة فبالتالي مع كل الضغوط دي وتلعب مباراة كبيرة كده وتقدم عرض فيه وحتى شرط الأولاني اللي كان ممل وفاتر ومالوش طعم كنت انت فيه برضو الأفضل ويبدو يبدو انه كان واحد من يبدو يعني دا تخمين مني انه كان قرية ميستر كولر انه فريرة هيبتدي بالشكل ده في انتظار انه يغير وبالتالي تنقض عليه سيناريو والد جدا يكون محضر له مارسل كولر لكن الحقيقة راجل اجاد في قرية المباراة وقدر يتعامل مع نقاط ضعف الزمالك بشكل اكتر من راعي وقدر يحسم المباراة بنتيجة مهمة جدا ليه حمدي بقى كان نجم المباراة من وجهة ناصر يعني انا شايف حقيقة امبرح انه حمدي فتحي والتطور اللي حصل مش على مستوى لانه مستوى حمدي يعني انا مشوفتش مباراة حمدي فتحي حسيت فيها انه مستوى قليل الولد ده لما مستوى بينزل بيبقى كويس يعني ما شفته لهش مطش وحش لكن اللي شفته امبرح من حمدي فتحي وشفته قبل كده منه في مطش سموحة وارجع بالزاكرة كده لمطش سموحة وشوف تطور الدور اللي بيلعبه حمدي فتحي عمله قبل كده السلية وعمله قبل كده ديانج لكن انبارح حمدي عمل فارق كبير جدا في سيطرة الاهلي على نص الملعب وفي خطورة النادي الاهلي على مرمى المنافس يعني لما تبص للتلات اهداف ويا ريت نعيد نبتدي بالهدف الاول بتاع كهرباء الكرة دي منتهى الصعوبة اسست مش ممكن يعني الاستقبال معلش ممكن نرجع سنة بسيطة في اللحظة اللي استقبل الكرة فيها على سدره حمدي فتحي الخيارات هنا قدام حمدي فتحي صعبة جدا لو قرر ان هو يلعبها برقل بواحدة من رجليه يعني لو قرر انه بعد ما استلم على سدره يشوت في الجون او يباصي في الكرة دي الكهرباء برجله الباكين بتاعنا دي الزمال هيكونوا اقرب لكرة وياخدوها قبل منه انه ياخدها على سدره وياخد خطوتين ويقرر انه يلعبها براسه الكهرباء يا جماعة الاسيس ده انا بقول لكم فيه منتهى الصعوبة مش لعيبة كتير تقدر تعمل الكرة دي سباشيالي لو كان لعيب دايرة يعني مش لعيب بوكس مش لعيب صندوق فالاسيس ده رائع مستحيل صعب ما يتكررش لما يعمله حمدي فتحي لا يتحسبله بشكل كبير كده تعال نشوف الجون التاني عجبني يا واشنة بتفاجع على الجون الكهرباء بس لقطة كهرباء وهو خالج من الملعب بيقول لشريف انت هجيب جول هرجع لللقطة دي ده الجون التاني بص حمدي فتحي مكمل فين تواجد حمدي فتحي طبعا الكرة فيها توفيق كبير جدا لانها خبطت في حمدي وبعدين خبطت اعتقد ده مش عارف كان مين الزناري او حد يعني من بكات الزمالك ورجعت لحمدي خبطت في رجبيته وراحت لشريف وشريف كان جاهز فخلص الكرة لكن تواجد حمدي هنا في المنطقة لو حمدي ماكملش الجول مش موجود يعني عشان فيه ناس بتحسبها مش اسست فيه ناس بتحسبها انه لا الكرة فيها دربكة او فيها توفيق انها خبطت ورجعت وخبطت مرة تانية هي عدت معرفش وقفها خبطت في رجل باكات الزمالك ورجعت خبطت في رجبة حمدي فتحي وتصلحت لشريف لكن لو حمدي اساسا ماكملش في الحتة دي واستنى العرضية من حسين الشحات ماكانش الجول بقى موجود اساسا فالتكملت حمدي هنا حتى لو ماستلمش بشكل كويس وماصلحش الكرة عن قصد لمحمد شريف هي اللي صنعت الفرق في الجول الهدف التالت هو واحدة من اجمل لقطات المباراة سواء في السبرينت اللي قطعه حمدي فتحي او في الطولية اللي لعبها أليو دزينج او في التصليحة بتاعت حمدي المعلول او في عرضية معلول اللي ملعبهاش يعني يلا هي وحظها ده شايف شريف ولعبها على الارض وشريف متحرك لها خطوتين قبل ما معلول يلعبها جملة لو متفقين عليها مش هتحصل في الملعب كده يعني الجملة دي لو هما متفقين يلعبوها بالشكل كده من اول بصد ينجل طولي وتحرك حمدي فتحي اللي ضرب بيه خط تدفع نادي الزمالك وتحرك معلول لحمدي فتحي اللي هيقلق كورة فلعبها ورا في ظهر شريف وشريف يتحرك لها الخطوتين ويفنش بالشكل ده ولا اجمل ولا ارواح لا كورة عالمية وهدف عالمي وجيم عالمي لعبو النادي الاهلي امبارح فرح به جماهيره هزيمة ثقيلة على الزمالك في توقيت حرج جدا طيب هنتكلم النهارده عن مباراة بالتفصيل ونقرأ كده مارسيل كولر عمل امبارح وإيه اللي مستنينه من مارسيل كولر في اللي جاي ان شاء الله بإذن الله يعني بداية من مطش البنك الاهلي في بعض الاسماء تبتلي ترجع وارد جدا طبعا نحافظ على اللعيبة اللي كانت بتعاني من اصابة اهمهم متولي راجع طبعا لكن الموقف بالنسبة مثلا لعبد المنعم بالنسبة للسلية وارد انه الجهاز الفني يفكر يديهم راحة اكتر ما يغامرش بيوم حتى لو كانوا جهزين عشان ان شاء الله يبقوا جهزين في المباراة افتتاحية كسر عالم مع اوكلن سيتي مطش البنك الاهلي هيكون يوم التلاتة اللي جاي حانا ساعد فيه جهود محمود متولي مرة تانية خليني ابدأ اخبارنا النهاردة بكهراب وكهرابا النهاردة فيه النهاردة كان رجل يعني ميستر كولر قرر انه ميبقاش فيه راحة النهاردة وانه يعني كان فيه تمرينة صباحية استعدان طبعا لمواجهة البنك الاهلي النهاردة الصبح محمود عبد المنعم كهرابا خضع لفحص طبي بمعرفة دكتور احمد ابو عبل رئيس الجهاز طبي في الفريع عشان يتطمن عليه لانه يعني هو شعر ببعض الالام كده بعد ما سجل هدف الاول في المباراة فحس ان فيه ممكن تكون بوادر اصابة عضلية منعته انه هو يكمل المباراة وبالتالي خضع لفحص طبي ان شاء الله باذن الله مش هيكون فيه حاجة مؤثرة ولكن ان شاء الله عشان نتطمن عليه في الايام اللي جاية ويكون اعتقد انه في الماتشين اللي فاتوا كهرباء بمنتهى الموضوعية صنع الفرق يعني سواء في مباراة سموحة او في مباراة الزمالك انت بتتكلم على اللعب الاكثر فاعلية في النادي الاهلي صناعاتا وتهديفا فبالتالي بتتكلم على لعب صنع هدفين واحرز هدفين في مباراتين وده معدل كواس جدا على لعيب جاي من بعيد زي ما قلت لكم انه ان شاء الله بعد انتهاء الايقاف في مباراة الزمالك بسبب الحصول على ثلاث انذارات الاهلي بيستعيد مرة تانية جهود المدافع الدولي محمود متولي وان شاء الله بإذن الله يكون جاهز لمباراة البنك الاهلي المباراة الأخيرة آخر مباراة آخر بروفا آخر مرحلة او محطة استعداد للاهلي قبل ما يسافر للمغرب ان شاء الله عشان يبتدي مشواره في كاس العالم هتكون مباراة البنك الاهلي اللي في الاسبوع 15 من مسابقة الدولي يهمك طبعا جدا انك انت تفنش للمشوار الرائع ده تتكلم نهاردة عن فارق 8 نقاط بينك وبين الزبالك فارق مريح جدا جدا هيصدر حالة من حالات الضغط والتغطر بشكل كبير على المنافس فيوتشر آ هو في المركز التاني في المركز التالي لكن انا بشوف انه بيفتقدوا جزء كبير جدا في منظومة البطولات وهي الظاهير الجماهيري يعني صعب قوي قوي انه فريق إحاق بطولة وهو ما عندوش جمهور اه عندهم الحقيقة انا بشوفهم فرقتين من افضل فرق اللي عندهم مع عناصر في الدورة المصري بشوف فيوتشر كمان يمكن يعني افضل تتفق تختلف دي بتاعتك فيوتشر يمكن يكون افضل على مستوى الجماعية من بيرامدس لكن فرقتين عندهم اسماء من العير التقيل وعندهم لعيبة على اعلى مستوى لكن يقدروا نفسه لاخر المشوار اعتقد انه صعب وبتهيأ لي انه المنافسة على المركز التاني هيكون اقرب لها الزمالك ان شاء الله ده يتطلب ويتحتم طبعا انك انت تستغل الفرق الكبير ده المفترض فيه تلعب تحت ظرف افضل بدون ضغط عصبي بدون ما تحس انه في حد غريب منك وبالتالي ده يديك افضلية انك انت ان شاء الله تحفظ على الفرق ده في الايام اللي جاي عايز اقف معاكم النهاردة مع برونو سافيو صحيح غاب عن مبارات مبارح وانا بقول لكم انه فيه جماهير جزء من جميعنا ده ممكن يكون سافيو بالنسبة له علامة استفهام ممكن يكون حاسس انه سافيو مقدمش المستوى اللي يتناسب مع المنتظر منه يعني الناس دي مستنية من لعب برازيلي انه يكون سوبر السوبر لكن فيه اوقات كتير جدا التجارب عشان تحكم عليها لازم تاخد فرصة كاملة وسافيو الحقيقة من اللعيبة اللي عندهم كورة مش موجودة كتير في الدولي المصري يعني اللعيب عنده كورة مش موجودة كتير كالتي الكورة اللي بيقدمها مش موجودة في كتير في الدولي المصري يمكن يكون محتاج ياخد بدني شوية يمكن تكون قصة مستر كولر فيه كيفية توظيفه او الاستفادة بالامكانياته بامكانيات برونو سافيو كافضل شكل ممكن برضه محتاج بقيت شوية فصبرا على صافيو صافيو عمل حوار اتكلم فيه الحوار ده اتعمل مع او اللي عمله مع صافيو يعني الموقع الرسمي للفيفا اتكلم فيه على تجربته في النادي الاهلي واتكلم فيه على انه فكرة انه ما كانش متوقع ده يعني هو اول ما سمع انه فيه مفاوضات بينه بين النادي بتاعه بوليفار في بوليفيا بينه وبين النادي الاهلي خد قراره هو بيقول كده في الحوار خدت قرار بدون مفاقر انه انا عارف النادي الاهلي وكنت بتفرج على الاهلي في بطولة كاس العالم لانديا وشفته بيلعب مع الكبار وعرف انه النادي كبير جدا في افريقيا وهو نادي الاول على مستوى قرات الافريقيا فما فكرتش قررت على طول انه اه ان لكن لما جيت هنا ما كنتش متخيل الحالة دي قالك وانت بتلعب وانت لا بستشرت النادي الاهلي انت ورغم انه هو يعني بيقول ان انا كان عندي موسم كويس جدا في بوليفيا وكان نجمي يعني ساطع وكنت متقلق وكنت واحد من النجوم اللي الجماهير بتحبها لكن انا غمرت بكل ده عشان اجي النادي الاهلي عشان حققته مخاطف تحقيق الالقاب لانه والكلام على لسانه لسه انه بمجرد ما تلبس تيشرت النادي الاهلي انت ما فيش حاجة قدامة جير الالقاب يعني الفرقة ما بتبصش على حاجة تانية غير تحقيق اللقاب اي حاجة تانية غير كده لا تعني اي شيء وكلم على انه كان واحد من اهم اسباب يعني انتخاذه للقرار انه ينضم للقلعة الحمراء هي فكرة وحلم او طبعا ده الموقع الرسمي للفيفا وده تصريح او كلام برونو سافيو انه اهو حتى برونو سافيو قاتل الاهلي يعني في الاهلي مش ممكن تفكر في اي حاجة تانية غير تحقيق اللقاب وقال انه بيحلم بيلعب في بطولة كاسر العالم وبيحلم يكون موجود قدام الكبار وكان دايما بيشوف البطولة دي وبيشوف عنديها كبيرة زي انترنسيونالي وزي لما انترنسيونالي طبعا برانزيلي اللي فاز بالبطولة على حساب باشلونة كورنسيانيز البرانزيلي اللي فاز على البطولة على حساب شيلسي وكان بيحلم يلعب قدام الكبار وبالتالي الفرصة كبيرة جدا قدام برونو سافيو ان شاء الله في كاس العالم عندي كلام كتير وطبعا نجمينا النهاردة في استدرسها كابتن خلت جدالة اللي بيشرفنا هنتكلم معه اكتر ونشوف رؤيته المباراة مبارح ونتكلم معه كمان فيه اللي جاي خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم للناس اللي تبعت مباراة البي اش جي باريس سان جرمان وفريق موسيم رياض اللي هو كان كوكتيل كده من نجوم النصر والهلال السعوديين اللقاء الاخير اللي جمع بين ميسي ورونالدو هل يتكرر اللقاء ده واحد من الاسئلة اللي انا اسئلها اللي ضيفي النهاردة مارسلو خافيار زولاتة الموديل الفني السابق لفريق سان خوسية البوليفي فريق دي بورتيفو ناسيونال الإكوادوري وفريق ناجران السعودي ضيفنا فيه السادسة من خلال الفيديو كونفرنس اللي جاي بداية طبعا اهلا وسهلا بيك على شاشة الاهلي وشكرا جدا على وقتك وعلى مشاركتك معنا في السادسة صباح الخير هنا مدينة في الصباح وسعيد للغاية بالتواصل مع العالم العربي الذي يعجبني كثيرا والكرة العربية وانا مستعد لأي سؤال يعني بداية لازم ابركلك على تتويج الارجنتين بكس العالم ده شيء طبيعي وشيء منطقي ازاي بتشوف النسخة دي من كس العالم قطر عشرية اتنين وعشرين وهل كنت تتوقع من بداية البطولة انه المنتخب الارجنتيني تحت قيادة سكلوني وبقيادة ليو ميسي قادر على تحقيق اللقب حقيقة الامر الفريق كان يقدم مباريات كبيرة ولم يهزم في ثلاثين مباراة تقريبا في اخر ثلاثين مباراة قبل المنديال وبوجود ميسي الظاهرة الامور كانت طبيعية ان نقدم مباراة كبيرة في المنديال واعتقد ان الارجنتين استحقت التتويج هل مريت بلحظة شك في اللحظة اللي خسر فيها المنتخب وانا عارف ان كان لك تجربة في السعودية طبعا كنت بتتولى مسؤولية الادارة الفنية لفريق نجران السعودي فاكيد انت ملم وعارف اهم من جوم الكرة السعودية وعارف مستوى المنتخب السعودي هل مريت بلحظة شك مع خسارة المنتخب الارجنتيني امام السعودية في بداية مشواره في البطولة حسنا من الجانب الاحصائي لم نقدم على مدار النسخ المتتالية من المنديال لم نقدم مباراة قوية صحيح ان المنتخب السعودي كان يستعد بشكل قوي للمباراة الاولى امام الارجنتين ولكن اعتقد انه كان من المهم ان ان يستعيد المنتخب الارجنتيني قوى بعد هذه الخسارة المفاجئة وندرك جيدا ان المنتخب الارجنتيني كان سيستعد قوى وسيستمر في البطولة بشكل جيد انت عارف انه جماهير الكرة في العالم كله يعني ما بتبطلش مقارنة يعني لا تكف عن المقارنة هل من وجهة نظرك تتويج ميسي مع منتخب الارجنتين بكاس العالم ساهم في انه يحط حد لفكرة المقارنة بين مين هو الاعظم خلينا نقول على مستوى الكرة الارجنتينية الاول مين هو الاعظم في تاريخ الارجنتين دياغو ارماندو مارادونا ولا لياني الميسي اعتقد اننا نتحدث عن لاعبين في حقبتين مختلفتين وفي ظروف مختلفة مارادونا شخص يمتلك شخصية مختلفة عن ميسي بطبيعة الحل وبكل تأكيد بالطبع انا اعتقد اننا نتحدث عن لاعبين عظيمين وانا كارجنتيني الهواء اعتقد انهما الافضل في التاريخ كل منهما الافضل في حقبته سواء مارادونا او ليو ميسي بالنسبة للكرة العالمية هو من افضل اربع او خمس لاعبين في الكرة العملية ولكن اعتقد ان المقارنة ليست في محلها لاننا نتحدث عن لاعبين في حقبتين مختلفتين تماما طيب خليني احط السؤال يمكن بشكل مختلف واضيف عليهم كامبس لانه في التلات مناسبات اللي استطاعت فيهم الارجنتين انها تتوج بلقب كاس العالم كان هناك دايما لعب ظاهرة يعني كامبس في 78 مارادونا في 86 ميسي في 22 هل ده معناه انه علينا ان احنا ننتظر ظاهرة ارجنتينية اخرى او لعب اسطورة او لعب فز من الارجنتين عشان تقدر الارجنتين هتحقق بطولة كاس العالم في السنوات اللي جاية وهل اللعب ده موجود من وجهة نظرك ماريو كامبس دييغو مارادونا ليول ميسي انهم احد افضل اللاعبين الذين ارتضوا الرقم 10 في تاريخ الارجنتين ميسي قدم مونديال كبير كامبس في فترتي كان الافضل اعتقد ان هذا المونديال الارجنتين استحقت الفوز بهذا اللقب واكتسبت فريق لا نتحدث عن اللاعب واحد ولكننا نتحدث اكثر عن مفهوم الفريق الارجنتين في مونديال كطر كانت تلعب بشكل متماسك اكثر وجماعي اكثر طيب انتقالا للدوري السعودي وانت خط تجربة التدريب في الدوري السعودي عايز واحد الجزء الاول من السؤال اسمع رأيك فيه قصة انتقال كريسيانو رونالدو لللعب في الدوري السعودي تحديدا مع نادي الناصر والكلام اللي تقال على هامش زيارة بي اش جي ولعب ومباراوة دي في السعودية في موسم الرياض على انه فيه مفوضات بالفعل من جانب بعض الانداز السعودية اللي تقالت تحديدا فريق اتحاد جدة وفريق الهلال لضم نجم الارجنتين ونجم البي اش جي ليو ميسي لواحد من الفريقين رأيك في دا وهل تتوقع عن السيناريو دا قابل فعلا للتحقيق على ارض الواقع اعتقد ان صفقة كريستيانو رونالدو هي صفقة كبيرة بالطبع للدوري السعودي اعتقد ان الدوري السعودي بالطبع اكتسب شهرة اكبر للشهرة التي يتمتع بها بطبيعة الحالة بانضمام كريستيانو رونالدو ولكن ليس فقط ميسي اعتقد ان بالنسبة لي ميسي يستمر في فرنسا او يعود لبرشلونة ولكن بالطبع الاندية السعودية تحاول في كل الاوقات استقطاب النجوم الكبيرة والنجوم الاشهر وليس هناك اشهر من ميسي ورونالدو في الوقت الحالي اعتقد ان الدولارات او المبالغ الكبيرة التي تدفعها هذه الاندية تساعدها على استقضاب الاسماء الكبيرة في كرة القدم عموما هل تتوقع اذا استمر ميسي مع بي اش جي انه طبعا بعد حالة التزايد السقة بالنفس تحقيق البطولة الاهم على حد تعبيره هو اللي كان بيقول كده ميسي تحقيق الاقب كسر عامل انه قادر على قيادة بي اش جي لتحقيق نسخة جديدة في بطولة الشامبينز ليج ان باريس ان جرمان فريق كبير بوجود نمار وامبابي وميسي قد يكون له فرصة كبيرة للفوز بلقى الدوري الابطال هذا الموسم هذا امر طبيعي وعلى هامش الخسارة التي تلقاها الفريق في الدوري في المباراة الاخيرة ولكن اعتقد ان بي اش جي قادر على حصد لقى الدوري الابطال هذا الموسم بتشوف ازاي العلاقة بين نجوم الفريق نمار وميسي وكيليا نمبابي في فريق اساسا مدجج بعدد كبير جدا من الاسماء والنجوم وهل بتشوف انه السلاسي ده والاجواء ما بعد كسر عامل ممكن يؤثر شوية على فرص البي اش جي بالطبع المدرب يقع الجزء الاكبر في هذا الامر على المدرب لانه ليس من السهل على المدرب ان يكون يمتلك هذه الكتيبة من النجوم الامر صعب بالطبع والخسارة الاخيرة هو امر وارث في كرة القدم بشكل مؤكد ولكن ليس لدي شك في ان سان جرمان سيطاق بطل الفرنسا وكذلك سينافذ على لقب دور الابطال هذا الموسم بعد ايام من انتهاء بطولة كاس العالم للمنتخبات هنكون على معاد قريب طبعا في خلال ايام مع نسخة جديدة من بطولة كاس العالم للاندية بيشارك فيها تلات اندية عربية بيشارك فيها الاهلي المصري الوداد المغربي الهلال السعودي ازاي بتشوف الفرص الفرق دي في مواجهة الفرق الكبيرة زي ريال مدريد وزي فلمانجو البرازيلي ريال مدريد لا يتواجد في افضل حالاته في هذه الفترة وكذلك فلمانجو اعتقد ان الفرق العربية قد تمتلك فرصة في المنافسة على لقب هذه النسخة يمكن واحدة من اهم الاسباب اللي بتخلينا نراهن او نشوف انه فيه امكانية للفرق العربية هي مستوى المنتخبات العربية اللي ظهرت في كاس العالم يعني يهمني اسمع رأيك وتقييمك واناكاس ده عموما على مستقبل الكرة في المنطقة العربية سواء عن مردود مشاركة سعودية مشاركة المغرب مشاركة تونس في البطولة الاخيرة من كاس العالم ازاي شفت تطور مستوى الكرة العربية لقد اعجبني كثيرا المغرب بالنسبة للسعودية فازت على الارجنتين وقدمت مباراة كبيرة ولكنها لم تستغل هذه البداية المنتخب التونسي ايضا منتخب قوي وقدم مباريات قوية استحق الاحترام كان جديرا بالاحترام اعتقد ان كنت افق في ان المغرب ستقدم بطولة كبيرة لان المغرب يمتلك كتيبة رائعة من اللاعبين وكذلك مدرب رائع والمغرب استحقت بطبيعة الحال ما قدمته في المنديل طيب ارتباطا بالسؤال عن امكانية التواجد ليه ميسي في الدوري السعودي ويمكن هو نجمل ابرز على مستوى الكرة الارجنتينية وعلى مستوى العالم داتي لكن مش بس ميسي في اسماء كتيرة جدا ارتبطت بالتواجد في مدرب في ملاعب السعودية وفي نجوم كبار جدا اعلانوا عن رغبتهم ام وفقتهم مقدما ان هم يلعبوا في الدوري السعودي بكلمة على اسماء بحجم كيلورد نافاس بحجم ايدن هازرد نجم بلجيكا بحجم سيرجي راموس نجم اسبانيا ازاي بتشوف فكرة اهتمام الاندية السعودية بنجوم العارب تقيل وهل من وجهة نظرك ده ممكن يساعد الكرة السعودية في فكرة التقديم للصدافة او ملف تقديم للصدافة بطولة كاس العالم 20-30 اعتقد انه بالطبع هو امر طيب للكرة السعودية والكرة العربية وانتقال كريستيانو رينالدو بالطبع يساعد على فتح الباب للكثير من الاسماء الكبيرة سواء في امريكا الجنوبية او في اوروبا الكرة السعودية تستطيع النهود من خلال استقدام هؤلاء النجوم الذين سيساعدون بكل تأكيد على تطور مستوى الاندية والدوري والتنافسية وقد تحذو دول عربية اخرى حذو السعودية في هذا الجانب لان هذا بالطبع يساعد على ارتفاع مستوى المنافسة وبطبيعة الحل يساعد على ملف ترشح السعودية للمنديال بما انه يعني يليك سابق تجربة في المنطقة هنا وتحديدا في المملكة العربية السعودية خلينا اسألك طبعا يعني الكرة اللاتينية عموما يعني سواء على مستوى المنتخبات او على مستوى النجوم بتعتبر واحدة خصوصا برازيل والارجنتين بتعتبر مدانس متقدمة جدا على مستوى العالم وهي دايما كأندية ومنتخبات مصنفة ومرشحة لتحية العلقاب لكن انتشار المدربين اللاتينيين في خلط افريقيا مقارنة بالمدربين الاوروبيين أولئي جدا ممكن اعرف منك ايه الاسباب وهل انت شخصيا عرض عليك العمل في افريقيا او لو عرض عليك العمل في افريقيا هل توافق؟ بطبع بكل صراحة اريد العودة مرة اخرى للكرة العربية اذا سنحت لي الفرصة فبالطبع ساقبل والمدربين المدربين امريكا الجنوبية لديهم القابلية على التعلم والتطور والذهاب لأي مكان في العالم سواء في اوروبا او سواء في خارج اوروبا نحن مدربون في امريكا الجنوبية نمتلك الرغبة الكبيرة في الانتشار والتطوير مستوانا ونمتلك كل المؤهلات اللازمة لكي نستطيع ان ندر في هذه الاماكن مرسلو غفهار زالتا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وبتكرر طبعا التهنيئة مرة تانية للكورة الارجنتينية والشعب الارجنتيني بمناسبة تتوجهم بالنسخة الاخيرة من كاس العالم السادسة مستمر معاكم بس بعد الفاصل لازم تسأل نفسك ليه الفرحة كبيرة بالفوز بتاع انبارح على رغم انه ده المفترض يبقى الطبيعي ودايما المتوقع لكن لما تقول انه الدوافع عند الغريم او المنافس التقليدي قبل المباراة اكبر بكثير منك وما تقول كمان انك بتخد اللقاء ده في توقيت صعب وتوقيت مهم وفي ظل الغيابات والاصابات والايقافات اللي وصلت تقريبا انه سكواد الاساسي اللي ابتدى به الاهلي موسم في بدايته تقريبا مش موجود ممكن ده يزود من حجم القلق والتوتر عندك شوية فلما يبقى النتيجة 3-0-3 مع الرقفة اعتقد ده يمكن يفسر لحضراتكم ليه جمهور النادي الاهلي فرحان زيادة شوية هنسمع رأي واحد من كبار نجوم النادي الاهلي ضفنا النهاردة في السادسة كابتن خالد جدالة بيشرفنا رأيه فيه امبارح اداء الاهلي ورأيه فيه حقيقة كمان محتاج اسمع رأي كابتن خالد جدا فيه مارسيل كولر اليوم بعد الثاني وخطوة بعد الثاني بيثبت الحقيقة ان واحدة من اهم الصفقات النادي الاهلي تفوق على زيزوالدو فريرا اللي بيطلق عليه طبعا البروفيسور او البروفيسور في جولتين يعني ما فرقش بينهم يمكن اكتر من شهرين ثلاثة واعتقد قدم عرض كويس جدا مبارح خلينا بداية طبعا نرحب بكابتن خالد نجمنا وضفنا النهاردة في السادسة مسأخير كابتن خالد مسأخير يا احمد وتحياتي ليك عموما كده لو خطينا عنوان لمطش مبارح كابتن خالد يختار ايه عشان يكون العنوان الرئيسي النادي الاهلي الاكفأ والاحسن والاقدر بالفوز فاز بنتيجة ثلاثة صفر كان ممكن يضعفها كمان طيب خليني قبل ما اشوف قصة مضاعفة النتيجة دي لانه كان كابتن خالد عنده طموحه ان النتيجة يتبقى اكبر من كده وكل الهوية طبعا يتمنوا لكن خليني اشوف دائما المقدمات يعني هل في ظل المقدمات اللي كان بتسبق المباراة دي اللي تقال على اسماء كتير جدا غيبة سواء بسبب عدم الجهازية الفنية او بسبب الاصابة او بسبب الايقاف ده ما كانش يخليك تغير حسابتك او تبص المباراة بشكل مختلف لانه بالتأكيد كلر بص لها كده كابتن خالد لا طبعا يعني لو قبل المطش الحسابات كانت ممكن تبقى شوية مقلقة بالنسبة الجماهيري النادي الاهلي واي احد بيشجع النادي الاهلي نظر للغيابات الكتيرة الاصابات الكتيرة غياب بعض اللعيبة نتيجة الايقاف ولكن ده بيدينا مدلول لازم نقف عنده فنلة النادي الاهلي تقيلة اللي بيلبس فنلة النادي الاهلي تديله تقل تديله ثقة اي حد بقى اي مكان طالما موجود فنلة النادي الاهلي بتزود اي لعيب كورة يلبسها من 40% ل 50% فوق مستوى وده اللي احنا شفناه مبارح في ظل الغيابات وما تقصرناش ما حسناش ان الفرق نقصها حد وفعلا على مدار الاجيال هو ده التاريخ بيقول كده اي حد كان بيلبس فنلة النادي الاهلي زي ما بيقولك ايه بتديل اي لعيب حيلبسها تقل بنسبة 40% تخليه يتفوق على اي منافس بيلعب قدام مبارح سيناريو المباراة ومقدماتها خليني يبتدي حلقة النهاردة واقول انه ده الاختبار الاصعب لمارسال كولر من اول ما تولى المسؤولية صحيح هو قبل الزمالك في مباراة الفرصة الوحيدة مكسبها يعني تتويج ببطولة خسرتها يعني فقدان اول لقب صحيح هو اللعب في افريقيا زهبا وعودة وكان مباراة صعبة مع فريق صعب لكن بشوف انه ماتش مبارح ده هو الاختبار الاصعب اللي نجح فيه مارسال كولر كابتن خالدي اتطفق معايا ولا ممكن يكون دي وجهة نظر تانية اتطفق معاك لان هو بالنسبة له بالنسبة لأي مدير فني النتائج الكويسة والمكسب دي بتتديله ثقة بتتديله مصداقية قدام جماهير بحجم جماهير النادي الاهلي جماهير كبيرة جدا فالمكسب بيجيب مكسب وهو الحمد لله من اول ما ابتدى السنة دي الفرقة بشكل مختلف سواء من ناحية الاداء ومن ناحية النتائج ومن ناحية البطولات دي خلنا بطولة السوبر دي كانت افتاحية كويسة جدا قدت اللعيبة ثقة ودت الجهاز الفني ثقة كبيرة مكسب مبارح هيدي برضو ثقة كبيرة جدا على اساس ان انت بتلعب المنافس التقليدي ليك اسما وليس اداء يعني المنافس التقليدي ليك اسما وليس مستوى واداء هو مش منافس لينا خالص احنا اللي يمكن انا في حلقات قبل كده لما كنت بطلع معاك بقول ان دايما النادي الاهلي على مستوى البطولة المحلية الدوري لا هو سابق بكتير جد يعني بمسافات كبيرة جدا عن اي فريق انا مبارح زي ما كنت بتكلم معاك قبل ما نطلع كان ممكن فرصة كبيرة جدا ان احنا مش نضاعف النتيجة كنا نعمل هيفي سكور يعني ريكورد كبير جدا على حسب امكانيات لعبتنا ومستواها هما لما بيكونوا في مستواهم وبيقدوا بالاداء اللي احنا عارفينه عنهم لا يقدروا كنا مبارح نجيب جوان اكتر من كده بكتير التحول اللي حصل يعني كل الناس اتفقت على انه شوط الاول في مباراة مبارح مختلف تماما على شوط التاني التحول ده سببه ايه وازاي نجح مارسل كولر في انه يتفوق على فريرة ويعمل سكورد تقيل نسبيا يعني حل لو حطتنا بنقصين كده مع الرقفة صحيح كان ممكن يزيل لكن انك انت جيب ثلاثة في الزمالك في شوط واحد لا يحسب لمستر مارسل كولر ازاي يقدر يعمل التحول ده بين الشوطين لان بداية الماتش بالنسبة لنا كانت يمكن الدوافع عندنا كانت قبل بداية المباراة انك لا اما تكسب عشان تزود فرق النقاط بينك وبين المنافس التقليدي لتمن نقاط او ان انت يطلع المباراة عادل فتحافظ على الخمس نقاط اللي هم الفرق ولكن بعد مرور الخمسة واربعين ديئة الاولى واضح ان فيه فرق في المستوى الكبير جدا من هنا جي بقى بين الشوطين ودي بقى يعني شغلة الموديل الفني وهو واقف بيتفرج مش بيتفرج على فرقته بس بيتفرج على الفرقة اللي قدامه كمان اكيد فشاف ان الفرقة المنافسة بعيدة جدا نقدر لو دوسنا هندوس عليهم جامد جدا وهنا جي التحول من خلال الشوط التاني مين نجم المباراة من وجهة نظر الكتب؟ حمدي فتح حمدي فتح اه طبعا حمدي بتحركاته يعني نجم المباراة بالنسبالي لان انت لو تشوف الاهداف بتاعت النادي الاهدي اللي جات طبعا كان فيه فجوة كبيرة جدا بالذات لما فريرة لعب محمد عبدالغاني بكريت كان فيه فجوة كبيرة جدا بين عبدالغاني والمساك اللي في النص يعني شارع الشارع ده طبعا بلقم بلقم قروي ايه وفكر تكتيكي على اعلى مستوى من حمدي فتحي قدر ان هو يتحرك في المسافة دي لان محمد عبدالغاني كان المفروض في معظم الاحوال يضم لجوه يعني كان احمد عبدالقادر واخده على الخط واقف حتى كنا بنشوف ان احمد ما بيخش جوه خالص واقف على الخط وطبعا محمد عبدالغاني من السردبا يعني من اللعيبة الطيبين شوية بالنسبة لي يعني فواقف معاه ففيه شارع ما بينه وبين السردبا حمدي فتحي قدر ان هو يخترق الصغرى دي في التلات لقطات اللي سجل فيه من نادي الاهلي حمدي فتحي كان موجود فيه منطقة الخطورة زي ما بنسميه وكان سبب اسيست الكهرباء وكان سبب اسيست الشريف وكان سبب فيه الكرة الاخيرة اللي احرز منها شريف كان يعتبر سامي اسيست لان هو اللي صلح لمعلول اللي عبها عرضيها عشان يجيب دي اكيد طبعا مش اكتهاد حمدي فتحي يعني الادوار دي او التوظيف حمدي بالطريقة دي وحمدي ومن قبله ديانج ومن قبله السلاية واضح انه ميسر كولر تعليماته او رسمته لادوار اللي بيقوم بيها لعيد خط نص الملعب مختلفة شوية عن اللي احنا اتعودنا عليه في المواسم اللي فات هو مختلف في حتة واحدة دايما النادي الاهلي فيه اتنين دفندرين في وسط الملعب بيلعب وسواء كان بقى أليو ديانج وعمر السلاية أليو ديانج وحمدي فتحي حمدي فتحي وعمر السلاية الحاجة الجديدة اللي هو حطها ان ازاي واحد يثبت في مكانه في نص الملعب والتاني يبقى عنده حرية التحرك في الناحية الهجومية لان دايما بييجي مش مراقب بالذات لما يكون المدير الفني بتاع الفرقة اللي انت بتلعب قدامها مش واخد باله من القصة دي يعني طول يعني مثلا امبارح لو حمدي فتحي بيتقدم في الحتة دي لو فريرة كان شايف وقاري الماتش بشكل كويس كان ممكن يوقف في الحتة دي او يقفل السارة دي وهي كانت بحاجة بسيطة جدا ان محمد عبدالغاني يضم جوه شوية ما يبقاش فتح على الخط انما هو ده الفرق بين مدير فني ومدير فني طالما اي ماتش بيبقى فيه شدة عصاب وبتلعب ومبرام ما بينك وما بين المنافس مهم او ان الموديل الفني يبقى مدرك وباعد نفسه عن كل الضغط العصب يدون بحيث ان هو يقدر يتفرق كويس ويقدر يحرك العيبته كويس واحدة من اكبر واكتر علامات الاستفاهم اللي كان بيسألها تقريبا كل جمهورنا دي الاهلي وكان يمكن مصدر القلق الاكبر في فكرة التشكيل هو خط الدفاع اللي غاب عنه منعم ومتولي وياسر ابراهيم والتلاتة دول هما اللي كانوا بيلعبوا تقريبا بشكل اساسي فيه من الموسم من بداية الموسم لغات لما حصلت الحمد لله طبعا على كل شيء اصابة ياسر واصابة منعم ثم ايقاف متولي في مباراة الدولة الاخيرة السؤال هنا ازاي شفت دويتو بيلعب بيظهر لا اول مرة جنب بعض رمي ربيعة وخلد عبد الفتاح وهل ده كان السيناريو الافضل لان انا سمعت اكتر من اربع او خمس سيناريات مختلفة ناس قلتلك ربيعة ومغربي وناس قلتلك ربيعة وهاني وناس قلت ربيعة وحمدي ممكن حمدي وحمدي لعبها يمكن قبل كده لكن محدش خالص كان يراهن على سنائية رمي ربيعة وخلد عبد الفتاح في مباراة داربي في مباراة زمالك مش مباراة داية لا هو ده من يعني من وجهة نظري احسن سيناريو احسن اختيار اه طبعا وبعدين برضه بالنسبة لخلد عبد الفتاح ده برضه من اللعيبة اللي واضح انه هو عنده ثقف نفسه بشكل كبير جدا وعنده ثقف امكانياته لان ان جيب لعيب اول مرة يلعب مباراة اهلي وزمالك ولسه منضم حديثا للنادي ويلعب في هذا المكان بنفس التقل اللي انا شفته فيه وبنفس التفاهم بينه وبين رامي ربيعة ده يدل ان هو العيب تقيل وجهة نظر طبعا كويسة جدا من مستر كولر وده انا يعني كنت اتمنى من قبل الماتش من الصبح اللي كان قلقني الحتة دي وكنت اتمنى ان انا اشوف خالد جنب رامي ربيعة والحمد لله ان ربنا اوفه هو معلومة يمكن ناس كتير ما تعرفاش انه خلق فتح اساسا اساسا مساك وبيلعب باكرايت هو ابتدى يلعب موسم اللي فات ده ابتدى يتوظف كباكرايت لكن هو راح لكولر ويكلم معاه ورجل انه هو يلعب في الحتة دي ورجل جربه في التقسيمة ومن هنا كان قرار مستر كولر وانه يرهن على خلد عبد الفداح فيه لعيبة وانا كنت بقول انه يعني من الحاجات اللي الواحد كان وهو بيجوجل كده اسمه مارسال كولر بدنا نحس في الفترة الاخيرة انه حتى رغم غيابات العيبة مؤسرة يعني محدش ينكر مثلا انه اكرم توفيق في الحتة دي كان بالعيب مهمة جدا والناس بتطمن لوجوده في سكواد النادي الاهلي كريم فؤاد والشكل اللي ظهر عليه في بداية الموسم اعتقد برضو واحدة من الحاجات اللي اتحسبت لمسر كولر تطوير اداء كريم فؤاد فاتحي لسه بنتكلم عليه والادوار بتاعته هاني انا عايز ابدأ بهاني لانه هاني خد فترات انتقاط لأوقات طويلة جدا وتحط عليه ضغط نفسي وعصبي انا مدرك تماما انه صعب على اي حد انه هو يتحمله ورغم كده والكلام مش على مطش الزمالك بس يا كابتن خاني كلام على سلسلة مطشات من اول ما هاني خد الفرصة تاعة والسعادة الفرصة المرة تانية لقينا هاني بيرجع لنا بالشكل اللي احنا كنا شايفينه في افضل حالاته شايف دور هاني ازاي وشايف دور كولر مع هاني ازاي لا دور مستر كولر مع هاني ومع كل اللعيب نجاح اي مدير فني ازاي يطور المستوى الفردي بالنسبة للعب ويسقله ويطوره بشكل كويس جدا لان وده هينطبع على الاداء الجماعي طب خليني حطوا السؤال بشكل تانية مين اكتر لعيبة حسيت انه مستر كولر ساهم في تطوير مستوىهم في الفترة الاخيرة لا تقريبا من عظم اللعيب الحمد لله شكلهم بيقدوا بشكل كويس على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي بالنسبة لمحمد هاني هاني جي في وقت زي ما انت قلت الضغوط كانت عليه كبيرة جدا حجم الانتقاضات كانت كتيرة جدا عليه الحمد لله انه هو تخطى المرحلة دي ومحمد هاني من اللعيبة الامكانياتها كويسة وعنده ثقة في نفسه وعنده ثقة في امكانياته يقدر انه هو يرجع بسرعة الحمد لله شفناه بارح بشكل كويس جدا حتى من الماتشات اللي قبل كده ولكن نجاح مستر كولر انه هو قد بشغله من خلال وحدات تدريبية وشغله من خلال التدريبات قدر انه هو يرفع المستوى الفردي والجماعي بالنسبة للعب الصداع اللي كان في رأس جماعين النادي الاهلي ومزال يعني شام مهدس بس يحسبها علي ومزال وانا معاكم الحقيقة هو قصة المحترف الاجنبي او المهاجم الاجنبي الجديد ولكن في المباراتين الاخيرتين شفنا الاهلي بيصنع خطورة مستمرة بيسجل ست اهداف في مبارات سموحة في قبل نهاي الكاس وفرات الزمالك خصمين في مناسبتين صعبين كل طرف فيهم عنده من الدوافع يعني انه يلعب جيم كبير سواء سموحة عنده رغبة في نتأهل بالتأكيد للنهائي والزمالك المتأخر عنك في الترتيب وفي فرق النقاط اللي عايز يعود ويحاول يستعيد توزنه مرة تانية ورغم جدا الاهلي لعب وسجل ست اهداف واحد كهرباء ازاي شفت كهرباء في سموحة وكهرباء في المطش الزمالك وهل شايف انه كهرباء قدر يملى الفراغ اللي يمكن كان موجود تهديفيا يعني تهديفيا بين قصين كده في خط هجوم النادي الاهلي في الفترات الاخيرة طبعا عودة كهرباء عودة حميدة جدا 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 ومتالي يعني معظم الناس ما كانتش تتوقع ان هو حيرجع بالمستوى الله اعداء وبالشكل ده نجح في مبارات سموحة ونجح في مبارات مبارح وادى بشكل كويس جدا قهرباء لعيب دولي ولعيب امكانياته عالية جدا الهجومية مكسب ان هو رجع والمكسب التاني اللي محدش تتكلم عليه ان خلى ظهوره بالمستوى ده خلى محمد شريف يرجع لان التنافس لما يكون ما بين اللعيبة بينها وبين بعض يعني مثلا في حتة المساكين انت قلت اتكلمنا على خالد ايه واتكلمنا على رامي ربيعة مضبوط واتكلمنا على محمد عم منعم غيابه ومحمود وتولي وياسر وياسر انت كده بقى عندك خمس مساكين كلهم حيخلوا التنافس ما بينهم تنافس شريف حيخلي ارتفاع مستوى كل واحد فيهم بشكل كويس جدا وده حيبقى يرجع مكسبه على الفرق نفس الكلام عودة كهرباء العودة الحميدة دي حط رجله بشكل كويس جدا وفي نفس الوقت شد محمد شريف معه محمد شريف شوفناه مبارح غير قبل كده يعني سيبك انه هو جاب جونين ولكن الاصرار وانه هو بيسعى انه هو يعمل حاجة كويسة وانه هو يجيب جوان وانه هو يتحرك كتير ده بسبب برضو انه لقى قهرباء ومستوى ومتميز وراجع بشكل كويس فدايما فرقة النادي الاهلي اللعيبة كلما يكون فيه تنافس ما بينهم وبين بعض فاكتر من مكان هتلاقي المستوى بتاع اللعيبة دي بيرتفع نتكلم على كريستو الناس استنى تنبالح وخصوصا مع انه المباراة بينت تقريبا انه نتجتها رايحة للنادي الاهلي واسكور صعب على الزمالك انه يعوضوا وراجل كان ادي له في مطش سموحة وكان مهم جدا بالنسبة للجمهور يعني فيه ناس شايفة انه احنا بنحضر كمان من يعني واحد من اهدافنا احنا بنلعب المطشات دول سموحة الزمالك وبعدهم اللي فضل البنك الاهلي وتزود من الانسجام بالنسبة للعيبة الجديدة اللي داخلها الجديدة مروان عطية خلد عبدالفتاح محمد ضوي كريستو قبل ما تروح تلعب يوم في كاس العالم تفتكر عدم مشاركة كريستو مبارح ومشاركة طاهر هل وراها رسالة معينة هل وراها هدف معين من ميستر كولر اه طبعا هو عايز يرجع طاهر برضو لان طاهر من العيبين برضو اللي كانوا من العيب الأسسين تقدر تعتمد عليهم في محابة اللي جاية يعني طاهر دايما كنا كان معودنا انه بيلعب وهو التغيير بتعتبار حسب متطلبات الماتش المباراة نفسية يعني فممكن كان هو في دماغه ممكن يلعب كريستو وبعدين لحاجة معينة شاف ان طاهر يبقى احسن انت شفت كريستو في ماتش شفته اه شفته في خلتين ثلاثة بيمشي بكورة شكله كويس شكله كويس لان دايما لعيب الكورة لما بيبقى قدامه مساحات فاضية ويبقى عنده ثقة في نفسه ويقدر ان هو يعمل دريبل بكورة وهو سريع وعنده الحتة دي بشكل كويس جدا والحتة مهمة جدا 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 بالنسبة لأي العيب كورة فانا شايف هو سنه صغير ولكن عنده امكانيات كويس طالما عنده السرعة وطالما عنده دريبل بكورة كويس والاختراك بشكل كويس كتر اللعب واشتراكه في الماتشات حيديله شكل كويس لما ياخد كمان ثقة في نفسه وسط اشتراكه في وسط فرقة الناد الاهلي ما كسب الاهلي اجمالا بعيدا عن التلاتة بونط يعني ما كسب الاهلي من ماتشن براح ايه يا كابتن خلال لا كثير في التوقيت ده اول حاجة انت يعني يمكن بعدت عن المنافس التقليدي بتاعك بتامن نقاط بس انا هنا عايز اشير لنقطة مهمة جدا 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 احنا اللي بيحينافسنا السنة دي مش الزمالك ايه فيوتشر فيوتشر وبيرامدز ايه لان هما يعني دي نقطة كي لا اكابتن خلال اصلا انا اه طبعا انا كنتمقول في يعني فرقتين عندهم سكواد محترم بيلعبوا كورة على اعلى مستوى وعندهم لعيبة كويس وعندهم لعيبة كويسة جدا جدا بصراحة في مجموعة لعيبة وقلت انا يمكن كمان اخص بالذكر فيوتشر اكتر شوية من بيرامدز في حالة انضباط كده يمكن مساعداهم شوية لكن حسيت انه كنتم اقول لسه في نفس الحلقة النهاردة انه قضيتهم على النفس الطويل وانهم يفضلوا لاخر مشوار الدوري وهو مشوار طويل من غير ظهير جماهيري اعتقد انه هتخلي الزمالك يبقى عرب للمركز التاني او للمنافسة مع الاهلي دي كانت وجهة نظر اه بس انا انا يعني وجهة نظري انا لا احنا مش حينفسنا الزمالك السنة دي خالص لا احنا المنافس الاولان يلينا فيوتشر فيوتشر وبيرامدز الاتنين ليه بقى لان منافسة منافسة ولا مطاردة مطاردة لا مطاردة لا مش منافسة مطاردة يعني انت دلوقتي لو جدول الترتيب دلوقتي الاهلي الاول فيوتشر وبيرامدز زمالك مهم جدا ليه بقى المنافسة ومطاردة هتخلص سواقعك انها هتخلص باذن الله ان شاء الله باذن الله لا ليه بإذن الله هتخلص بنفس الترتيب ده يعني ممكن بيرامدز ييجي قبل فيوتشر يعني هو المنافسة هتبقى فيوتشر بالزبط على المركز الأول طبعا ده النادي الأهلي بإذن الله وبعدها على المركز الثاني بيرامدز وفيوتشر زادت أهمية مطش البنك الأهلي يعني نحن نكلم على التجربة الأخيرة قبل ما تسافر بقى تلعب بطولة كاس العالم وبالتالي هي فرصة يجب استغلالها كأفضل ما يكون نمرة واحد طبعا تأمين التلات نقاط لأنك يهمك تسافر أو تبعد لأن احنا شهر اتنين كل بطولات دولية يعني شهر اتنين أغلب وهيبقى ان شاء الله بداية كاس العالم وان شاء الله ان شاء الله نوصل لمباراة ريال مدريد نمرة واحد ان شاء الله نوصل لمباراة هدف جميل أهلي ان احنا نلعب ريال مدريد في البطولة وبعد كده ان شاء الله ربنا يكرمنا وحد شايف كل شيء جاهز ممكن نكسب الريال كمان لكن في النهاية هيبقى جزء الاول رايح لكاس العالم ومن بعده تبتدي مشوار دول المجموعات في بطولة افريقيا فيهمك انك انت تقفل الملف الدولي وانت محافظ على فرق النقاط لكن كمان يهم جمهورنات الاهلي ان هم يتطمنوا الجهاز الفني يشرك اكبر انت هيبقى عندك عودة بعض الاسماء وارد جدا انها تبقى جاهزة للمشاركة في المباراة تدفع بيها ولا تأمنها وتتطمن عليها وتريحها لغاية مشوار كاس العالم ولا تديها حساسية ماتشاط اسئلة كتيرة جدا مرتبطة بسيناريو البنك الاهلي ماتش البنك الاهلي مهم جدا ان طبعا نقفل صفحة المنافس التقليدي اللي كسبناه ونبتدي ماتش جديد باهداف جديدة بتلات نقاط مهمين جدا لازم ندل الاهلي نقودهم انا قاسم هقف مع النقطة دي عشان اقادي حقيق الفرصة فيها كاملة بس يبدو انه سيناريو حضرتك ما حصلش لانه دلوقتي المقاولين كسب فرقة الدخلية اتنين واحد وبالتالي المقاولين بقى المركز الرابع كمان والزمائك تراجع على المركز الخامس فالترديل دلوقتي بس المقاولين نفس عدد الماتشات لا زيادة ماتش المقاولين زيادة ماتش المقاولين زيادة ماتش تأكدولي بس من النقطة دي لكن هو الترتيب بصرف النظر عن لعب قد ايه احنا بنتكلم على انه الاهلي فيوتشر بيراميدز المقاولين الزمائك ده الترتيب حالي بس انا متقالي المقاولين مش هي دي القصة لا اللي انا قلته ايه المنافسين اللي حيطردوا النادي الاهلي فيوتشر و بيراميدز خد بالك انه الزمالك مكسب شوالة ماتش في عشرين تاتة عشرين يعني من اول مبتاعت عشرين تاتة عشرين ست ساعة ماتشات متقالي اه تقريبا خمس ماتشات خمس ماتشات تمام طيب يعني بقى الخامس يعني الزمالك بقى الخامس يعني فيه تلات ماتشات خسرهم الزمالك مبدئيا من غير مع الاهلي و بيراميدز واسوان خسارة ايه وتعادل مع الدخلية وماتش كمان تعادل مع مين اتحاد على مظبوط اتحاد سكندار اه بالضبط فهو محققش ولا فوص في يناير ايه ايه بس سيناريو اللي انا كنت بتكلم فيه اللي هو اول تلات فرق ايه احنا فيوتسر وبراميدز اه اللي تحت بقى دول حيخبطهم بعض الزمالك رابع انا بقولك بس الزمالك خامس لو المقولين زيادة متش اه نتأكد بس في الاعداد هم هيقولولك لانهو الزمالك لعب مبارك الزمالك ليه المحال لا لسه بالضبط كنت لسه المحال يعني احنا مش هنحسب للمركز الرابع ولا خامس احنا مهنش دعوان فمهم اول ماتش البنك الاهلي اللي جاي لان البنك الاهلي كمان بيمر بظروف صعبة جدا يعني من خسائر خسائر وتغيير اجهزة يعني الدنيا ملخبطة بشكل كبير جدا فمهم جدا ان احنا نقفل صفحة اللي فات ونبص للماتش ده عشان بإذن الله ربنا يا كريمنا ناخد تلات نقاط يبقى المكسب بيجيب مكسب نقدر نروح كاس العالم الاندية والمباراة الدولية اللي احنا داخلين عليها بانتصارات ماتش مبارح او تقلق اسماء كتير في مباراة الزمالك وهي مباراة صعبة بيحط قدام الجهاز الفني علامة استفهام كبيرة جدا هتقعد مين وتشارك مين تحافظ على مين وممكن لقدر الله تخسر مين لانه في النهاية انت بتكلم على اسماء مهمة جدا يعني ان شاء الله بتكلم مش بس على ماتش البنك الاهلي البنك الاهلي هيبقى الجهاز الفني مرتاح شوي يعني يعني بياخد قراره باشراك اسماء معينة واستبعاد تانين بشكل اكتر اراحي لكن في النهاية العين على كاس العالم مين يلعب ومين يعط القصة قصة هتبقى صعبة جدا لانه كل الحقيقة اللعيبة تقدر تقول انه سكوات الاهلي النهاردة كله توب فور بالنسبة يعني اللي ماتش اللي جاي بتاع البنك الاهلي يعني من وجهة نظري أنا اللي كسبت بيه ألعب بيه ألعب بيه ده بالنسبة بالنسبة لكاس العالم الاندية ممكن هنا الحسابات تختلف شوية بإذن الله الناس اللي كانت بعيدة ورجعت اللي عندها خبرة يمكن أكتر شوية لا احنا محتاجين لعيبة عندها خبرة وكون فت في نفس الوقت بالنسبة لكاس العالم الاندية ولكن بالنسبة للمبارات البنك الاهلي انا شايف ان اللي كسبنا بيه ماتش اللي نهينا بيه ماتش الزمالك يلعب بيه يبتدي بيه ماتش البنك الاهلي ايه التوقعات بالنسبة يعني شايف ازاي مشوار الاهلي في كاس العالم كابتن خالد احنا عندنا بداية اوكلند لو إن شاء الله تجاوزناه هيكون ده الإسبوع اللي جاي على طور يوم 1 فبراير ثم لو تجاوزنا أوكلند هيكون عندنا سياتل ساوندرز وفد جديد من الدولة الأمريكية وإذا تجاوزنا سياتل ساوندرز إن شاء الله ما تشين شايفهم أنا في المتناوى بإذن الله مستهلين خالص يعني أوكلند سيتي وسياتل ساوندرز مش هيكونوا منافس سهل لكن شايف إن إحنا لو في يعني قمة تركزنا ومحضرين كويس ومذاكرين كويس وشغالين كويس نقدر نتجاوز العقبتين دول ثم طبعا مواجهة الريال شايف المشوار وفرص الأهلي في كاس العالم لغات لما نوصل محطة ريال مدريد إزاي والله أنا شايف إن فرص كويسة وبإذن الله نقدر إن إحنا نتخطى المتشين دول ولكن لازم رتم اللعب ننسى رتم اللعب اللي بنلعب بيه في ماتشات الدوري السرعة من ناحية السرعة مش التصرع رتم الجاري رتم الجاري والرتم التحرك والرتم التصرف في الكورة لازم يبقى أسرع من كده بكتير لأن إنت هتواجه ناس بتلعب لعب سريع مش بالرتم بتاع الدوري اللي إحنا مش عايزين اللعيبة بتاعتنا تتعود عليه لازم ينتقلوا من الرتم ده للرتم السريع اللي عم الرتم ده بيفردوا إيه كابتن خالد؟ اللعيب بيفردوا اللعيب يعني أنت مثلا الشوت الأولاني في الماتش مبارح لو جبته تاني وقعدت تتفرج عليه تتفرج سيبك من الكور شوف اللعيبة جارية قد إيه ورتم الجارية قد إيه ورتم السرعة قد إيه مش هتلاقيها خالص يعني هتلاقي الدنيا كلها ترد ماشية ترد باص في الترد ده مش هينفع في الماتشات بتاعت كاس العالم إحنا فنيا أعلى من أوكلاند سيتي كإمكانيات لعيبة على المستوى الفردي والجماعي إنما أنا لازم الرتم بتاعنا يبقى أسرع من كده لأن إحنا هنلاعب ناس متعودة على الرتم السريع من ناحية التحرك ورتم ولما بكلم أنا على الرتم السريع مش شرط الجاري لا سرعة التصرف سرعة التحرك سرعة الجاري كل الكلام ده مهم قوي نواكب السرعة اللي إحنا هنلاعب قدام لو وكبناها إحنا إمكانياتنا الفنية أعلى بكتير بالزادة في الماتشين اللي إنت قلت عليه أوكلاند سيتي والماتش التاني وبإذن الله نقدر نوصل للمحطة بتاعة ريال مدريد ونقدر نقدي بشكل كويس كمان عشان الفوز المتتالي وأنا متفق مع حضرتك إنه الفوارئ اللي هي موجودة في المسابقات المحلية تختلف تماما على مستويات الكرة اللي هنقبلها في كاس العالم وفي أفريقيا شايف إيه الحاجات اللي ممكن تكون نقصة كورة النادي الأهل شايف الحاجات اللي ممكن يشتغل عليها ميستر كولر في الفترة اللي جاية عشان يقدر يجهز نفسه لمستويات أو منافسات على سكيل أعلى شوية داخل على كاس عالم ومن بعده دولي أبطال عشان فرق محترمة يعني إحنا بنذاكر بقى إنه فترة الهلال وسان داونز واضح إنه الفرقتين دول مش هيكونوا فرق سهلة على الإطلاق لا بيدعموا نفسيهم بشكل كويس شغال كويس جدا وصان داونز شغال كويس جدا وعارفين قوة النادي الأهلي وصبعتنا وبطولاتنا اللي خلناها على مستوى الأفريقيا هي المجموعة الأصعب طبع بالزبط أول حاجة لازم نشتغل عليها إيجاد دوافع جديدة بالنسبة للعيب من خلال اشتراكنا في كاس العالم الأمدية الدوافع اللي هي إيه إن بإذن الله لازم نوصل لمحطة ريال مدريد ودي حتبقى محطة يعني حاجة اللعيبة بتاعتنا كلها هتلعب قدام أحسن لعيبة في العالم فدي دوافع جديدة لازم تتحط قدام اللعيبة واشتغلوا عليها بشكل كويس نمرت اتنين زي ما قلتلك حتة رتم اللعب الرتم اللعب السريع من ناحية التصرف والحركة والالتحامات وكور مشتركة يعني كل الكلام دا إحنا هنشوفه من أول ماتش قدام أوكلان سيتي أتمنى أن نركز عليه وخلق دوافع جديدة إزاي ندي اللعيبة ونخليهم يفكروا إزاي لما يوصلوا لماتش ريال مدريد اللعب قدام ريال مدريد دي هتبقى حاجة طبعا كل العالم هيتفرج عليهم فده دافع كبير جدا 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 يخلي اللعيبة تبزل قد اللي هم بيبزلوه خمس ست مرات يمكن خلد عبد الفتاح مستر كولر راهن عليه مبارح بشكل أساسي أنا أتكلمك على صفقات الأهل الجديدة اللي عملها في موسم الانتقالات الشتوي خلد عبد الفتاح الراجل راهن عليه وكان حقيقة أدل راهنه وأدل مباراة كؤاسة جدا لكن عايز أسمع تقييمك لمروان عطي خد جزء في مباراة سموحة خد جزء في مباراة مبارح شايفه إزاي وشايف إزاي فرصوا في خط نص النادي الأهلي المدجج بالنجوم سواء طبعا ديانج حمدي السلية ومعهم فخري الحقيقة كمان خمع يعني مستقبل تقدر تراحن عليه لعيب كويس وحيبقى له دور يعني دايما النادي الأهلي كل واحد حياخد وقته كل واحد حياخد وقته حسب الظروف اللي بتمر بها الفرقة من ناحية بقى إيقافات إصابات فإنت كل ما بتكسب لعيب كويس ويبقى عندك في المكان الواحد اثنين تلاتة لعيبة دي بتدي حرية الموديل الفني إنه هو يقدر يختار الأنسب ماتش حسب مواصفات المنافس اللي انت هتلعب قدامه مران من اللعيبة الكويسة شكله مبارح مطمئن أنا مبارح أول مرة ركز معاه لأنه ممكن قبل كده أنا ما تشكل التحاد ما كنتش بتفرج عليها بشكل كبير إنه مبارح لأ اللعيبة عنده ثقة ودايما اللعيب اللي ما بيخافش دي حاجة كويسة جدا بتقدر تبني على الحتة دي تبني عليها حاجات كتيرة جدا ودايما اللعبة النادي الأهلي اللي بتلبس الفنيلة زي ما قلت لك الفنيلة بتديهم تقل من 40% ل50% تقل وثقة وخبرة وكل حاجة الفنيلة الحمرة اللي احنا دايما عارفين يعني إيه فنيلة النادي الأهلي وتشيرت النادي الأهلي فكرة التدوير قيمة يعني لما جي أروح مثلا لمطش البنك الأهلي أعتقد إنه حاك قلت من شوية إنه اللي كسبت بيه ألعب بيه لكن فكرة بعد كده إنك تقريبا بقى عندك في كل الخطوط توفر عددية كبيرة جدا بعد ما يعني وصل الفريق لمستوى كويس على المستوى الفادي على المستوى الجماعي مع ميستر كولر فكرة التدوير قيمة خصوصا في بطولات كبيرة زي بطولة كاس عالم وبطولة تشامبيوز ديج ولا الأفضل فكرة إن أنا أثبت الحداشر أو أدور مع الفريق في 15-16 اسم بكتير لا فكرة التدوير قيمة لو في الفرق ما بين الماتشات اللي انت هتلعبها تلات تيام أو ممكن من 2-3 لعيبة أعمل عملية تدوير بحيث إنه ما يبقاش فيه إجهاد أو إراق ولكن لو عندك الوقت لا يبقى هنا التدوير يبقى السبات على اللعيبة اللي بتلعب اللي ماشية كويس وبتعمل نتائج كويسة يبقى هو ده الأحسن ولكن لما يكون عندك لعيبة كتير وكلهم وصلوا مستوى كويس مهم جدا إن انت دايما تحافظ على مستواهم الزهني والبدني والخططي والتكتيكي سواء اللي بيلعب من خلال مباراة ودية أو من خلال مباراة رسمية أو حتى اللي ما بيشتركش لازم كل أسبوع تعمله ماتش ودي بحيث إن الناس كلها تكون بتلعب ورجليها في الماتشات تكتسب لياقة الماتشات محدش ينام منك من خلال الوقت يعني لما بنيجي نتكلم على مثلا الجبهات علي معلول حقيقة يمكن أو جبهة علي معلولة العمر هو بالأرقام واحد من أفضل صناع اللعب وواحد من أفضل صناع الأهداف للنادي الأهلي يمكن في الفترة الأخيرة اتطور الجانب الهجومي في الناحية لين بشكل يعني حسين الشحات ومحمد هاني تدت تقولون هما بقوا عاملين جبهة في منطه القوة شايف إزاي ده وخصوصاً كمان هما جايين بعد جبهة كان برضو على مستوى فعالية قوية جداً يعني كان أكرم وكريم فؤاد قبل منهم جبهة ناري تطور جبهات النادي الأهلي والكلام اللي كان كتير جداً عن احتياج الأهلي لتدعين في ناحية اليمين وناحية الشمال بتشوفوا إزاي وهل مزال الفكرة قائمة من وجهة نظر كابتن خالد ولا يكتفي الأهلي بصفقة الهجومية أو المحترف الأجنبي اللي هو رأس الحربة فقط لغير أنا شايف من ناحية الأجنب لا عندنا أجنب دلوقتي الحمد لله يعني ماشي بشكل كويس ويمكن الأول كنا بنقول دايماً النادي الأهلي الملعب ببمائل ناحية الشمال وإحنا بنهاج يعني على أساس أن علي معلول هو اللي بيقوم بالجنب بالواجب الهجومي بشكل كويس أنت دلوقتي الحال تغير أنت عندك جنب يمين شغال بشكل كويس جداً 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 سواء كانت أكرم وكريم أو هاني والشحاد بالضبط أي حد بيلعب في المكان حتى فرسيتاو لما لعب برضو كراس حربة كان يعني هو طبعاً أما رجع مصابه رجل وظفه كراس حربة صريح يعني حتى فرسيتاو اللي كان عليه كلام أو اللي ناس كانت منتظرة منه برضو لما شارك لفترة كان قدر شكل كويس جداً فأنت طبعاً يعني حاجة ميزة كويسة جداً يكون عندك جبهتين بتشتغل عليهم سواء من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال لأن الكلام ده بيعمل خلخلة لأي خط دفاع بيلعب قدامك أنت لما بتشتغل من ناحية اليمين وبعدين بتغير لعبة من ناحية الشمال وتبتدي تهجب من هنا تبتعمل خلخلة وتحرك لخط الدفاع الفريق المنافس بيوجد صغرات زي الصغرات اللي شفناها مبارح فماتش صحيح يعني فكرة إنه الأهلي محتاج تدعيم اللي كان بتتقال من من فترة مش بعيدة قوي يعني فكرة إنه لا إحنا محتاجين صفقات 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 الأهلي عمل ثلاث صفقات في موسط من التغيرات شاته ثلاث صفقات التدري بيهم السيزن بعد ثلاث صفقات اللي عملهم الأهلي كريستو وعطية وعبد الفتاح هل الكابتن خالد وحط على جنب صفقة المهاجم هل الكابتن خالد شايف إنه فيه مراكز في الأهلي ما زالت تحتاج لدعم سواء في خط أنا مش عايز أقول برضو تقلق خط الدفاع إنه مع تقلق خالد عبد الفتاح وربيعة وعودة متولي ومنعم وياسر ووجود مغربي وأيمن ما زالوا لغاية دلوقتي على قوت الأهلي والإثنين أيمن ما حد شهدينك إنه واحد من أعمدة الأهلي أساسية في سنوات الأخيرة ومغربي على فكرة أنا شايفه واحد من لعيبة اللي جاية يعني في المستقبل مبشر جدا فهل ما زال الأهلي في حاجة لدعم مراكز ثانية في الملعب كابتن خالد ولا هي الصفقة دي إذا تمت يبقى كده الأهلي عمل مركاته ناكل لا إحنا مش محتاجين صفقات غير في مركز رأس الحرب رأس الحرب لاعب بمواصفات مختلفة شوية يعني أنا أتمنى نجيب حد أفريقي قوي سريع يبقى محطة لأن أنت عندك لعيبة كتير قوي من نص الملعب لعيبة كرة كويسين بيجوا من تحت الأدام بشكل كويس جدا بيعملوا خطورة بيعرفوا يجيبوا جوان محتاجين واحد قوي قدام يبقى محطة يبقى سريع بيشتغل جوة خط 18 بشكل كويس الناس اللي جاية من تحت الأدام دي تقدر تسند عليه أنت جوة النادي الأهلي بالتأكيد طبعا بيبقى وصل لكم حالة الألأ مش عايز أقول ضغطة أو توتر بس في أوقات كتيرة جدا جمهور بحكم طبعا جمهور عاشة للنادي الأهلي في أوقات في الأوقات ممكن يبقى مش راضي في أوقات في الأوقات ممكن يبقى شوية بيهاجم لعيبة بيهاجم جهاز فني أو حتى بيهاجم أدارة بيبقى واصل ده وبيبقى إزاي يعني أعتقد طبعا أنه قدارة الأهلي تستعرد ده بشكل كبير لكن التعامل بيتم إزاي وخصوصا لما بنعدي المطبات الصغيرة دي وبنوصل لفكرة التتويج أو الصدارة أو أو إلى آخر هم دايما جمهور النادي الأهلي عايز الأفضل بيطمح للأفضل وطماع يعني جمهور النادي الأهلي طماع عايز كل البطوات وحدة من أهم يعني مشاكل أو ضريبة النجاح اللي بيتفحى النادي الأهلي نعود جماهيره طول الوقت على أنهم بزاة مع عشان كده لازم اللعيبة تستحمل والأجهزة الفنية والإدارية تستحمل مجلس الإدارة لازم يستحمل الناس كلها لازم تستحمل الكلام ده بحيث نلبي رغبات جمهور النادي الأهلي العظيم اللي هو فعلا اللاعب رقم واحد دايما في إحراز النادي الأهلي اللي كفت البطولات هو جمهور النادي الأهلي اللاعب رقم واحد فانت لازم تلبيه له طلبات وهو دايما بيبقى طمع عايز يكسب كل الماتشات عايز ياخد كل البطولات ما عندهوش سقف للطموح ودامة هيئة لي برضو بيبقى نفس مستوى فكر اللاعب يعني ما يبقاش عندك سقف للطموح أي حاجة أنت بتشترك فيها بيبقى عندك يقين أنك ممكن تكسبها عشان تفرح جمهورك وتفرح طبعا مجلس قدرتك بقيد كابتن محمود خط اللاعب اللي ديران عليهم كابتن خالد جدالله اللي صنع الفارق في قادم الموعيد زي ما بيقول وخصوصا في التحديات الكبرى يعني خليني أقول كاسر عالم بس مبدئيا يعني مين اللي قادر يصنع الفارق اللي فرت الأهلي في المتشاط الجاية كابتن خد بالك أنا من الحاجات اللي مفرحاني أن فرت الناد الأهلي يبقى لعبها على المستوى الجماعي أكتر من اللاعب الفارق متفق معك جدا فأنا عشان كده مش حادر أقول حد فارق لا 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 يعني مش حادر أقول هتقول لا فيه بالتأكيد يعني فيه بالتأكيد أسماء أنت تقدر تراهن عليها وتقول الأسماء دي قادرة أنها تصنع الفارق في التحديات الكبيرة كل العابة الأهلي بالتأكيد أنا شايف كل الفارق بقت نجوم صراحة يعني يعني صعب تقول حد ممكن يبقى بره بره السكواد النهار لكن في النهاية أنت بالتأكيد على سكيل الكاس عالم شايف فيه كابتن فرقة في قط اللبس وفي التدريبات وحل تشحن قبل الماتشاط طبعا فيه ناس جوه الملعب ممكن في الماتشاط الكبيرة في لقطة في لامسف تخلص حاجة مين الترعن عليهم كابتن خي لا يعني الدور كابتن تيم والناس اللعيبة الأديمة اللي عندها خبرة طبعا هي بتلم اللعيبة وبتتكلم وبتحط الأهداف وبتحط الدوافع والطموح بتبرزه بالنسبة للعيبة ده مثلا زي محمد الشناوي زي علي الناس الأديمة كلها ولكن من ناحية بقى المستوات الفردية والناس اللي هتأمل فارق يبقى أن نتطرق للمواجمين يعني قهربة محمد شريف أفشا أحمد عبدالقادر حسين الشحات علي معلول كل الناس اللي لها وبرونوسافيو وبرونوسافيو طبعا ولكن أنا دايما ولابنا أنا اللي بافتكرهم يعني في الأول ولكن طبعا يعني كل دول سيكون لهم رغم وجود عقبة الريال في الطريق هل الآد الأهلي قادر يحقق إنجاز أكتر من البرونزية أو طموحات كابتن خالد شايف إنه ممكن نروح لأبعد من البرونزية إن شاء الله في البطولة اللي جاي لازم طموحاتنا ما تقفش لسقف معين زي ما قلتلك ليه لأ ليه ما نكسبش ونوصل ولكن الكلام ده مش حقيقي غير بمزيد من التركيز ومزيد من الجهد ومزيد من الإراضي إن شاء الله بإذن الله تكون بطولة تاريخية للنادي الأهلي والهدف مبدئين عند جماهير أنا ما عنديش شك إنه هقول تسعين في المائة مش هقول تسعين في المائة من جماهير أهلي بتحلم بس إنه هدفنا يكون الوصول لمواجهة الريال لأنه مواجهة الريال في مباراة رسمية أعتقد أنها تكون ذكرى مهمة جدا لكل جماهير النادي الأهلي وعشاؤه ولما نبقى نوصل لمواجهة ريال مدريد يبقى لكل مقام المقال زي ما بيقول نوارة الدنيا كابتن خالد بشكرك شو أبروك دايماً اللي جاي بقى أحسن وأفضل بإذن الله بإذن الله بشكر نجمينا النهاردة كابتن خالد جرد الله بشكركم كمان على متابعتنا وبكرة نشاء الله نتقابل حلقة جديدة والسهدسة تحياتي لك